الموقف من غزو العراق كان ولا يزال علامة فارقة في الكشف عن معادن الرجال ومواقف القوى والكتل فريق ساهم وساعد وحرض على الاحتلال وتخاذل عن مواجهته وفريق رفض وأدان وقاوم بالكلمة والسلاح تلك هي القوى الوطنية فما إن وضع الجنود الأمريكيون أقدامهم على أرض العراق حتى تفجرت المقاومة على أسس ومبادئ وطنية لم تهدأ المقاومة ولا تراخت رغم كل ما أحيك ضدها والآلة العسكرية التي واجهتها ضربت بكل قوى وأثخنت في الغزاة حتى أعذرت للعراقيين ولا ينفصل عن جهدها أو يقل عنه شأن جهد القوى الوطنية التي تأسست على مبادئ رفض الاحتلال وفتح أجنداته والتحذير من ألعابه وبيان خداعه المنمق بالحديث عن الديمقراطية وعند الحديث عن القوى الوطنية تحضر هيئة علماء المسلمين التي لزمت خط مقاومة الاحتلال ورفض مفرزاته المتمثلة بالعملية السياسية فأصبحت الهيئة أكبر جسم وطني يحمل قضية العراق إنسانيا وسياسيا وإعلاميا بكل فروعها وأقسامها وتوجت جهودها بمبادرة العراق الجامع التي رسمت الخطوط العريضة للعراق الذي ينشده جميع العراقيين ويتطلعون إلى حياة كريمة فيه منهج القوى الوطنية الذي استشرف كوارث الاحتلال ومفرزاته منذ البداية أصبح قاعدة عامة وافقها الشعب العراقي في شعاراته الثورية وبدى للعراقيين حقيقة ما كانت تحذر منه هيئة علماء المسلمين فقاموا بمقاطعة العملية السياسية بالغالبية العظمى بل حتى القوى التي خدعت بنظام المحاصصة أصبحت تقر بمساوئه وكارثيته على البلاد نحو عقدين من الزمن والقوى الوطنية ثابتة على مواقفها تنادي جميع القوى إلى مظلة جامعة كالتي يمثلها المثاق الوطني العراقي فلقد تبين للقاص والداني أن العراق المنشود لن يكون إلا بنظام سياسي وطني حر غير خاضع للأجندة الخارجية ويجعل بوصلته مصلحة العراق وشعبه تاريخا وحاضرا ومستقبلا